السلام عليكم سادس اليوم هنبدأ في درس جديد بعنوان مجموعة البناء البروتينات طبعا رحطيكم إياه مع درس مجموعة الوقاية بس بالبداية خلينا الراجع أخذنا في الفيديو السابق أن جسم الإنسان يحتاج إلى أربع مجموعات غذاء رئيسية هذه الأربع مجموعات الغذاء الرئيسية أول مجموعة هي مجموعة الطاقة وذكرناها في الفيديو السابق وحكينا أن جسم الإنسان يجب أن يحتوي على طاقة يعني لازم يكون جسم الإنسان في طاقة لحتى يقدر يذهب إلى عمله لحتى أنت تقدر تلعب مع زملائك لحتى تقدر تحل واجباتك لازم جسمك تكون في طاقة طب كيف أنت بدك تحصل على الطاقة؟ من خلال تناول الأغذية التي تحتوي على الكاربوهايدرات وتناول الأغذية التي تحتوي على الدهون وذكرنا إيش مصادر الكاربوهايدرات وإيش مصادر الدهون اليوم رح نحكي عن مجموعة البناء المجموعة الثانية مجموعة البناء طبعا هم أربع مجموعات مجموعة الطاقة أخذناها اليوم رح نحكي عن مجموعة البناء ومجموعة الوقاية وآخر مجموعة هي الماء خلينا نحكي إيش يعني مجموعة البناء مجموعة البناء يا سادس تساعد جسم الإنسان على النمو إيش يعني بناء؟ إيش يعني مثلا لما أحكي لك بناء أنه مثلا إنسان يبني بيت أنه بعمر فيه صح؟ نفس الشيء إحنا لازم نبني جسمنا لازم جسمنا يا سادس ينمو ويكبر ويطول جسمك فعشان هيك يجب أن تتناول أغذية تحتوي على مجموعة البناء طب إيش هي الأغذية اللي بتحتوي على مجموعة البناء اللي هي البروتينات اللي هي مين البروتينات إذن البروتينات لها علاقة بمجموعة البناء بدنا نميز الكاربوهايدرات والدهون تحتوي على مجموعة الطاقة أما مجموعة البناء اللي هي مين اللي هي البروتينات إذن مجموعة البناء تساعدنا الأغذية أو تساعدنا أغذية مجموعة البناء اللي هي البروتينات تساعد الجسم على النمو إذن مجموعة البنائية تجعل جسمك يا سادس بينمو ويكبر بشكل صحيح فإنت عشان ينمو جسمك ويكبر لذب يجب أن تتناول أغذية تحتوي على البروتينات يجب أن تتناول أغذية تحتوي على إيش؟ على البروتينات تمام؟ طيب إيش هي مصادر البروتينات؟ يوجد مصدران مصادر حيوانية ومصادر نباتية إذن مصادر البروتينات هي مصادر حيوانية ومصادر نباتية برجة بعيد مجموعة البنائية السادس تساعد جسم الإنسان على النمو تساعد جسم الإنسان على النمو يعني إذا إحنا ما تناولنا أغذية فيها بروتينات جسمك ما رح ينمو بشكل صحيح طيب طيب إحنا لازم إيش؟ لازم جسمنا يحتوي على بروتينات لازم أنا أدخل لجسمي بروتينات طيب كيف أدخل لجسمي بروتينات؟ يوجد للبروتينات مصدران مصادر حيوانية ومصادر نباتية إيش يعني مصادر حيوانية؟ مصادر الحيوانية هي الأغذية التي نحصل عليها من الحيوانات تمام؟ هي أغذية بنحصل عليها من الحيوانات مثل إيش؟ أعطيني مصادر البروتينات الحيوانية أعطيني مصادر البروتينات الحيوانية اللي هي الحليب ومشتقاته يعني نشرب حليب، جبن، لبن، لبن تمام؟ هاي بيتمج جسمي بالبروتين وبالتالي جسمك بينمو بشكل صحيح اللحوم، البيض والسمك تمام؟ إذن هذه من المصادر الحيوانية للمصادر البروتينات اللي هي الحليب ومشتقاته اللحوم البيض السمك تمام طيب نيجي على المصادر النباتية المصادر النباتية يعني بنحصل عليها من وين من النباتات اللي هي ايش بشكل عام اللي هي الحبوب زي العدس الحمص الفول تمام اذا جسمك يا سادس بحاجة الى مجموعة البناء ايش هنا مجموعة البناء هي اللي تساعد جسمك على النمو انه جسمك ينمو بشكل صحيح طيب شو هي الاغذية اللي بتساعدني على البناء اللي هي البروتينات طيب ما هي مصادر البروتينات مصدرها?, مصادر حيوانية ومصادر نباتية والمصادر الحيوانية هي الحليب ومشتقاته، اللحوم البيض, السمك لما المصادر النباتي هي الحبوب بشكل عام مثل العدس, الحمص, الفول طيب يا سادس خلينا مع بعض أنحل أطور معرفتي ما بدنا إياه هون أقوم تعلمي وأتأمل فيه أقوم تعلمي أذكر ثلاث أغذية غنية بالبروتين ثلاث أغذية غنية بالبروتين ي همين؟ الحليب ومشتقاته اللحوم العدس طبعا عند فول عند بيض عند الدجاج عند السمك لانه في عند مصدرين مصادر حيوانية ومصادر نباتية هو ماحدد لي اش بالضب الزبحة لو اغذية بشكل عام السؤال الثاني ما فائدة تناول اغذية غنية بالبروتين للجسم اش انت بتستفيد لما تناول اغذية غنية بالبروتين للجسم تساعد جسمك على النمو تساعد جسمك على النمو يا سادس اذا انت ما تناولت الأغذية اللي فيها بروتينات جسمك راء ما رح ينمو بشكل صحيح اخر شي العدس غذاء مفيد ناقش هذا القول يعني كيف العدس غذاء مفيد العدس لانه ايش بيمت جسمنا بالبروتينات وهي من مجموعة البناء اذا لان العدس يمد جسمنا بالبروتينات بيمت جسمنا بالبروتينات التي تساعد على نمو جسم الانسان تساعد على نمو جسم الانسان سادس احنا خلصنا مجموعة البناء خلصنا هون مجموعة البناء رح نحكي عن مجموعة المجموعة الوقاية رح نحكي عن مجموعة الوقاية طيب يا سادس خلصنا من مجموعة البناء البروتينات هلا رح نحكي عن مجموعة الوقاية مجموعة الوقاية يا سادس هي تساعد اغذية التي تحتوي تساعدنا اغذية التي تحتوي على مجموعة الوقاية اشي الاغذية اللي بتحتوي المجموعة الوقاية هي الفيتامينات والأملاح المعدنية الميز احنا حكينا بالنسبة لمجموعة الطاقة يا سادس اللي بتمد جسمي بالطاقة هي الدهون وكاربوهايدرات نحفظهم اذا الأغذية عفوا التي تمد جسمنا بالطاقة يا سادس هي الدهون وكاربوهايدرات طب الأغذية اللي بتتعطي جسم الإنسان البناء اللي هي مين حكينا البروتينات طيب هلا بالنسبة للوقاية مين هي الأغذية اللي بيتها تعمل على وقاية الجسم من الأمراض وحماية من الأمراض هي الفيتامينات والأملاح المعدنية إذن مجموعة الوقاية هي أغذية بتحتوي على مجموعة الوقاية شو هي الأغذية اللي بتحتوي على مجموعة الوقاية هي فيتامينات وأملاح معدنية فيتامينات وأملاح معدنية التي تتعمل على حماية الجسم من الأمراض وهلا يا سادس ملاحظ فيه عندنا بوقتنا اللي هي انتشار مرض كورونا الله يبعده عننا وعنكم يا رب إنه إيش منكثر إيش شرب الحمضيات تمام الحمضيات الليمون البرتقال مثل الليمون برتقال وكمان مشرف فيتامين سي تمام هو من الفيتامينات عشان تعمل على وقاية جسمنا من مرض الكورونا تمام اذا مجموعة الوقاية هي اغذية اللي بتحتوي على فيتامينات واملاح معدنية ايش يعني وقاية يعني حماية جسمنا من الامراض انا عشان احمي جسمي من الامراض انا عشان احمي جسمي الامراض لازم يكون فيه بجسمي فيتامينات واملاح معدنية هلا يا سادس احنا بنعرف انه دايما الطفل اول ما ينولد ايش بيعملوا اللي بيعملوا لفحوصات عدة صح بيعملوا لفحوصات عدة من ضمنها ايش فحص اللي هي ايش فحص عظام او هشاشة او انه حتى يشوفوا انه هذا الطفل ما في انحناء في ساقه اللي هي ايش ما يعرف بها الكساح فعشان هيك لازم يفحصوا الطفل انه ما في عنده ايش الكساح طيب ايش السبب في هذا الكساح اللي هو عند الاطفال حديثين الولاد اللي هو ايش نقص في فيتامين دال عند الأطفال يؤدي إلي إيش؟ يؤدي إلي نحنة بساقين وهو ما يسمى بالكساح. فعشان هيك كيف إحنا بنا نخلي الطفل يصير في عنده فيتامين دال؟ طبعا الدكتور بعطيه أدوية مثلا للطفل اللي قد رراء اللي بيكون في عنده كساحة. بيعطيه أدوية غنية بفيتامين دال. وكمان إيش؟ يجب إنه تعريض جسمه لإيش؟ لفيتامين. عفوا تعريض جسمه لأشعة الشمس. لأن أشعة الشمس تمت جسم الإنسان بفيتامين دال تمت جسم الإنسان بفيتامين دال إذن أشعة الجسم يا سادس عفوا أشعة الشمس تمت جسم الإنسان بفيتامين دال طيب إذن حكينا أن مجموعة الوقاية تساعد جسم الإنسان على حمايته من الأمراض حمايته من الأمراض طبعا إحنا عشان نحمي جسمنا من الأمراض يجب أن نتناول أطعمة تحتوي على فيتامينات وأطعمة تحتوي على الأملاح المعدنية خلينا نبدأ بالفيتامينات أول إشي في عندي أنواع للفيتامينات جيم اللي هو في سي بالإنجليش وفيتامين ألف اللي هو A وفيتامين ها وفيتامين دال تمام إذن أنواع الفيتامينات أربع فيتامينات يا سادس أنواع الفيتامينات هاي هون في صفحة في الكتاب على صفحة 93 عندك جدول أنواع الفيتامينات أنواع الفيتامينات يا سادس عندك فيتامين جيم فيتامين ألف فيتامين ها وفيتامين دال طيب ما هي مصادر فيتامين جيم طلعوا على السورة هون اللي هي إيش الحمضيات إذن فيتامين جيم اللي هو السي بالإنجليش اللي هو الحمضيات هلأ فيتامين ألف اللي هو إيش مصادر فيتامين ألف مهم جدا هذا الجدول نحفظه مهم إيش فيتامين ألف اللي هي في الخضار بشكل عام طلعوا بندورة جزر بطاطا نجعة فيتامين ها موجود إيش في الزيت واللوز هاي اللوز والزيت طب فيتامين دال إيش مصادر فيتامين دال يعني إيش أغذيبتنا ولها بتعطيني فيتامين دال اللي هي من أسماك حليب بيض والزبدة ماشي إذن المصادر اللي بتمت جسمي بفيتامين دال طبعا غير أشععات الشمس تمام غير تعرض الجسم لأشععات الشمس طبعا إحنا لازم إيش مثلا مش أضل أوك الحمضيات أو مثلا أضل أتناول مثلا حليب لازم أن نوع فيه غذاء جسمي لأن جسمك ما بحتاج إلى نوع واحد من الفيتامينات وإنما بحتاج إلى إيش فيتامينات عدة بحتاج إلى الفيتامينات عدة لأنه كليات هم ذول فيتامينات مع بعضها البعض بتشتغل حتى تحمي جسمك من الأمراض المختلفة تمام إذن مهم جدا نعرف أنواع الفيتامينات ومصدر كل واحدة طيب نيجي هلأ على أهمية أفضل نيجي على الأملاح المعدنية إذن حكينا الوقاية جسمي من الأمراض لازم يكون فيه بجسمي فيتامينات ولازم يكون فيه بجسمي أملاح معدنية حكينا عن الفيتامينات أنواعها ومصادرها هلأ رح نحكي عن أيش أهمية الأملاح المعدنية أذكر يا سادس أهمية الأملاح المعدنية ما أهمية الأملاح المعدنية واحد تحافظ على صحة الجسم اتنين تدخل في تكوين كل من الدم والعظام تدخل في تكوين كل من الدم والعظام إذن لها أهميتان الأملاح لتحافظ على صحة الجسم وتدخل في تكوين كل من الدم والعظام طيب ماذا يحصل لو حدث خلل بنسبة وجود أملاح في الجسم إيش رح يصير في جسم الإنسان لو زادت نسبة الأملاح لو زادت نسبة الأملاح بصير في عنده ارتفاع في ضغط الدم أما لو قلت نسبة الأملاح رح يصعب الإنسان بمرضه شاشة العظام إذن إيش رح يصير بجسم الإنسان لو صار خلل بنسبة وجود الأملاح في جسمه إيش نقصود بالخلل؟ إما زيادة نسبة الأملاح أو نقصان إذا زادت نسبة الأملاح بصير في عنده ارتفاع ضغط الدم أما إذا قلت نسبة الأملاح إيش رح يصير في عنده مرضه شاشة العظام طيب يا سادس خلينا نفتح الكتاب على صفحة 94 في عندي هنا جدول أذكر أنواع الأملاح المعدنية أنواع الأملاح المعدنية عندي أول إشي أملاح اليود أملاح الصوديوم ثلاثة أملاح الفسفور مهم نعرفهم أربعة أملاح الكاليسيوم خمسة أملاح الحديد إذن أذكر أنواع الأملاح أملاح اليود أملاح الصوديوم أملاح الفسفور وأملاح الكاليسيوم أملاح الحديد طيب نيجي على مصادر أملاح اليود أملاح اليود إيش مصادرها الأسماك إذن نجدها بكثرة وين في الأسماك إذن مصادرها الأسماك مصادر أملاح هايها مصادر هو كاتب لك الصور إحنا نكتبها بالكلمات أسماك طيب أملاح السوديوم إيش مصدرها اللي هو ملح الطعام ملح الطعام بس لازم ما نكثر ملح الطعام لأنه بصير في عنا مرض ارتفاع في ضغط الدم طيب أملاح الفسفور وين موجود عندي أملاح الفسفور أملاح الفسفور طبعا هاي عندي موجود في الحليب ومشتقاته حليب ومشتقاته والأسماك والأسماك كمان عندي موجود هاي زي احنا شايفين بالصورة عندي البيض تمام زي ما هو موجود في الصورة إذن أملاح الفسفور اللي هي موجود في اللحوم بشكل عام الأسماك بالبقوليات بالحليب ومشتقاته نجع أملاح الكاليسيوم أملاح الكاليسيوم أكثر إشيوين موجودة موجودة في الحليب ومشتقاته الحليب ومشتقاته عشان هيك الأطفال يجب أن يشربوا حليب موجودة أكثر شيء في الحليب والمشطقاته وبعض أنواع الخضروات أنواع الخضروات يا سادس طب نجي على أملاح الحديد أملاح الحديد شو المصدر الرئيس لها اللي هاي شايفين عندي أسماك إيش كمان عندي بيض كمان عندي إيش أسماك بيض بعض أنواع الخضروات تمام بعض أنواع الخضروات نحفظ أنواع الأملاح المعدنية ومصادر كل منها مصادر كل منها طيب نيجي يا سادس على قوم تعلمي ونتأمل فيه وطور معرفتي ما بدنا يا نيجي على قوم تعلمي وصوب الخطأ إن وجده فيه ما يلي شو بحكي لي هون للأملاح المعدنية دور في تكوين العظام وبقايتهم هي شاشة صح إيش يعني صوب يعني إذا كان صح خلاص صح أما إذا كان خطأ بدك إيش تصححه بدنا أن نصححه طيب با يساعد التعرض لأشعة الشمس على صنع فيتامين ألف في الجسم غلط إحنا حكينا أشعة الشمس تساعد لصنع فيتامين أياش دال بدل ألف نشطبها ونضع حرف دال فيتامين دال يكثر وجود فيتامين جين في الزيوت والنباتية والذرة غلط حكينا فيتامين جين موجود في الحمضيات شايفين هاي العلاقة تحتها خط هاي نشطب عليها ونصححها ونحط حمضيات أنه قال لي صوب يعني الخطأ بدك تصححه دال تعد الأسماك المصدر الرئيسي أغلب الفيتامينات غلط الأسماك المصدر الرئيسي لمين لأغلب الأملاح المعدنية هلا لاحظوا عندي هون في المصادر الأملاح المعدنية كان أغلب الصور فيها أسماك فبالتالي هي إيش مصدر رئيسي لأغلب الأملاح المعدنية طيب ها نحصل على الأملاح الصورية من حيط طعام صح طيب آخر شي بحكي لك هذا السؤال إلك أنت بتحله ولهون يا سادس منكون أنهينا درسنا أخطنا طبعا مجموعة البناء ومجموعة الوقاية وهم جدا نفرق بينهم ونعرف إيش الأطعمة اللي بتمد جسم الإنسان بالبروتينات نعرف إيش الأطعمة اللي بتمد جسم الإنسان بالفيتامينات والأملاح المعدنية ويعطيكم ألف عافية